اشتركوا في القناة وحتى لا اطلع عليكم حلقتنا لهذا اليوم هي حلقة مهمة وضرورية سوف نتطرق فيها لكيفية استرجاع البكتيريا النافعة باعتبارها عصب الحياة الاساسية حتى تحيى طيورنا وجميع الكائنات بصحة جيدة فلنتوكل على بركة الله فمن حيث اهميتها فالبكتيريا النافعة اعزاء المربين لها دور مهم في حياة طيورنا لذا وجب علينا ان نسعدها للحفاظ عليها في معدلات معقولة وهذه الاهمية تتجلى في كونها تعمل على تسهيل عملية الهضم لدى الطيور وانتاج الفيطامين بي بجميع انواعه والرفع من مناعة الطائر لحماية جسمه ضد الامراض والبكتيريا الضارة بالاضافة الى انتاج المضادات الحيوية كما تعمل على تحويل السكر الى احمد وتمتصو العناصر الغذائية الضرورية زد على ذلك كونها تعمل على طرد السموم والجراتيم من كبير الطائر والأعضاء الحيوية الأخرى أما عن الأسباب التي تقضي عليها وتمنع انتاجها بشكل طبيعي هي استعمال المضادات الحيوية لعلاج الطيور وكذلك الفيطامينات والبروتينات والأغذية التي تحتوي على كمية كبيرة من المواد الحافظة بالاضافة الى انه اذا تجوز حجم البكسيرية الضارة في جسم الطائر حجم البكسيرية النافعة فهي تقضي عليها لانها تسحارب فيما بينها أما عن الأعراض التي تبين لنا ان جسم الطائر يعاني من ضعف في حجم البكسيرية النافعة فهو عسر الهدم والاصابة بالامساك والاسهال الشديدين والاصابة بفقر الدم ومشاكل في الجهاز التنفسي ونقصان الفيطامين بي وخلل في جميع الوظائف التي تؤديها في جسم الطائر أما عن طرق استرجاعها فهي كثيرة جدا ومنها ما هو طبيعي وما هو صناعي لكننا سوف نقصصر في هذه الحلقة على ما هو طبيعي ويبقى أشهرها وأكثرها استعمالا هو أخذ ماء من قوع الحمص ووضعه في مشربية الطيور وهذه أفضل طريقة لدي كما يمكن أيضا أن نضع من حبة إلى حبة من الحمص في مشربية الطيور لمدة من 24 إلى 48 ساعة ونقرر العملية لمدة 3 أيام كما يمكن أيضا وضع من 15 إلى 20 حبة من الحمص في إناء به ماء لمدة 12 ساعة ثم نزيل الماء ونضعه في المشربية أما الحمص فنقدم للطيور في المعلفية أو صحن صغير وكل هذه الطرق والخصائص قد ذكرتها في هذا الفيديو بشكل مختصر ومفيد ولكن لمن أراد التوسع أكثر ما عليك عزيزي المشاهد سوى الدخول لرابط الحلقة الذي سوف أتركه في صندوق الوصف لتتعرف أكثر على البكسيريا النافعة بشكل مفصل وبسيط وإلى هنا أعزائي الكرام نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن أكون قد وفقت في ذلك وعلى أمل اللقاء بكم في حلقاتي القادمة لا تنسوا أخاكم رياض من خالص الدعاء لنا وشكرا لكم ودمتم سالمين